الزمالك كمان بيقرر مخاطبة نادي متلند الدنماركي خلاص بشكل واضح بشكل واضح الزمالك عايز امام عشور فالزمالك قالك طبعا نكلم متلند نشوف دماغهم فيها ايه نويين يبيعوا اللاعب نويين يعيروا اللاعب هيشوفوا بس لو انت هتسأل نادي الزمالك لو عايز او هياخد امام عشور هيفكر في استعارته شراءه دلوقتي صعب صعب جدا 3 مليون يورو كان الزمالك خد المقابل بتاع امام عشور من ميتلند من 3 شهور ميتلند مش هيقول للزمالك خد امام عشور ببلاش هيقول له هادت 3 مليون الاول فالزمالك هادت 3 مليون متحين دلوقتي لا وبالتالي الزمالك بيفكر في استعارة امام عشور مش كمان في نادي الزمالك مسؤولي نادي الزمالك بيسعون لتحقيق أي استفادة من وراء لعب الفريق يوسف أسامة نبيه يوسف أسامة نبيه عقده بينتهى بنهاية الموسم الحالي هما بيحاولوا يجددوا عقد يوسف أسامة نبيه عشان يبعوه أو يعروه يعني عشان لو اللعب بيفكر يرحل الزمالك يستفيد ملائن بس ده يحصل إزاي لو الزمالك جدت عقدهட عشان عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالي يوسف أسامة النبي في الفترة دي عقده مع الزمالك 70 ألف جنيه في الموسم والزمالك عرض عليه في التجديد 2 مليون جنيه في الموسم واللاعب حتى هذه اللحظة يرفض هذا المقابل المادي هل يرحل يوسف أسامة النبي عن الفريق بشكل مجاني مع نهاية الموسم ولا الزمالك يقدر يجدد له عقده الله أعلم خلينا نشوف الأيام اللي جاية هتقول إيه الزمالك كمان بيستقر المبدئين على رحيل عبدالله جمع في نهاية الموسم على سبيل الإعارة وكان جيه لنادي الزمالك طلب من نادي الاتحاد أنه يستعير اللاعب في الموسم الجديد ونادي الزمالك مش مرحب قوي بكسة الاتحاد سكندري تعرفين اللي حصل في صفقة مروان عطية وحصل زي مثلا اختلاف وجهات النظر بين نادي الزمالك والاتحاد في هذا الأمر فالعلاقة مش في أفضل أحوالها ولكن عودتنا الكورة في مصر إن هي العملية كلها أيام يعني النهاردة تبقى زعام مني بكرة بتحبني بعده هتبقى زعام مني بعده بتحبني وهكذا فما نعرفش بكرة في إيه ممكن الأمور ترجع لمجارية والمفروض إنها ترجع لمجارية نادي الزمالك الكبير نادي الاتحاد الكبير لازم العلاقة تبقى عظيمة دائما طيب الزمالك كمان قرر عودة مدافعه محمود علاء من نادي الاتحاد بعد نهاية أعارته بنهاية الموسم الزمالك شايف إن محمود علاء هيبقى مهم والفريق في حاجة ليه في الموسم الجديد وبصراحة محمود علاء عمل موسم جيد جدا مع الاتحاد منذ انتقاله ليه الفريق السكندري في وضع كان صعب ليه مع الزمالك خد بالك إنه محمود علاء خارج من نادي الزمالك وكثير 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 من الانتقادات كانت عليه مع أداءه في الفريق فريق نادي الزمالك محمود علاء يبقى مدافع دولي مدافع كبير قدم مباريات كبيرة قدم بطولات عظيمة وقدم مواسم كبيرة مع نادي الزمالك الحالة في الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك قبل انتقال الاتحاد ما كانتش أفضل شيء ما كانتش أفضل شيء تحسن جدا مع الاتحاد فأكبر نادي الزمالك على الموافقة على عودته بنهاية الموسم وده اللاعب بالعقلية اللي بحترمها انت ممكن تطلع من الاهلي أو الزمالك تيأس فمستاقي يهبط أكتر لا انت ممكن لما تطلع من الاهلي أو الزمالك كعارة مستاقي يتحسن أكثر عشان تعود تاني لفريقك فده اللي عمله محمود علاء